طيب أنت رحت قبل النادي الأهل رحت ألمانيا آه رحت ألمانيا مش كده؟ آه كان منتخب الشباب كنت فتح ونصير بيستعد ما قد يسا ضميت للنادي الأهل لأ كان لسه يعني حماد راصدي قال لي نفس الكلام ده أنه هو كان في المينيا وانضم من منتخب الشباب آه منتخب الشباب ده حضرتك أنا يعني كانوا خذوني قبل ما الاختيار في الاختيارات وبعدين أنا كنت حضرتك الماضية في النادي بس كان في فترة الإعداد لسه ما بدايتش انا كلا يخص طبعا كنا كنت انا روحت الاسماعيل وقعدت في الاسماعيل فترة ايو احكي طيب بيحكي موطنين اه طبعا هو حضرتك وكان فيه عندنا مستشار في بلدنا زم الكاوج قال لي انا انا اخذك وفقعدت سبعين في الان زم الكاوج اه زم الكاوج هو وقال لي لا تعالى شاف هو شافني وانا باجني فهو اصر قال لي تعالى فقعدت سبعين وما كملتش ليه عشان كنت باجي من فاش المرسفية وما عنديش لا امكانيات ولا حاجة يحف اول الاسماعيل؟ اه الرويح للسماعيل مقولين ودوني للأول المهندس لان انا كنت تبع لاسماعيلي اسماعيلي التابع المهدون العرب والاسماعيلي مسبور عاصمان احكمله اه اه لرئيس نادي بان صيف자가 قال فاتصل المهندس صلاحة صلى الله وبيع فعلاً خدوني ودوني وعادوني مع المهندس صلى الله عليه وسلم فقال لي لا دا احنا وديك الإسماعيلي ما قوليني وديك الإسماعيلي روحت عادت أسبوع في الإسماعيلية كان هناك مدربت مع مين بقى في الإسماعيل المدرب كان تومسون الإنجليزي تومسون اه طبعاً لا دا كان من أعظم المدربين يبص جربني بكريت وغربني بكليفت ومسات قال لهم مضوه بسرعة وفين مضيت مضيت الإسماعيلية قعدت في الإسماعيلية أسبوع قال لي لا كان بس الموسم انتهى وخلاص ومضيت فعلاً وقال لي قالوا لي بقى أنيبعت لك فتر إعداد طب مضيت كم سنة مضيت اللي خلاص ولا السيزون بس لأ انت فكر نمت زمان مدى الحياة 25 سنة تأبيدة ايه خلاص مفيش موسم أو 22 أو 23 ده في الاحتراف اللي بعد 90 انما احنا يمنا كان بيوم دي خلاص شكراً خش بالصندرة فوق شكراً شكراً طيب لما مضيت في الإسماعيلية مشيت إزاي مشيت إزاي لقيت تليفون جايلي الغرف جايلي شوف العبكار الله يرحمه بقى عبدالبقال طبعاً يا سلام الله يرحمه يا حسن إليه طبعاً عبكاري بيحب النادي بيحب النادي طبعاً وشغله رائع إداريات على أعلى مستوى طبعاً سمع انت عرف واحدك اللي بيومكش هنا وهنا فين فين اللعيب ألوم ده وماء لقيت تليغرف جايلي كده من النادي الأهلي اللي بقى رحمه الكلام ده بعد الماتشب ده عن النادي الأهلي آه آه لأنهم كان رفت الإسماعيلي وبعد كده سبت الإسماعيلي وخلاص بقى رجعت الفاشل رجعت الفاشل خلاص بقى نظم حالي عشان تود فتح يدبع الإسماعيلي آه بقى أني كان في ناية الموسم آيو 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 قالوا لي خلاص ومضوني أنا مضوني خلاص آه فلاقي التليغرف جايلي بيقول لي انتظرنا في القطار اللي يوصل بني سويف استعبد الظهر يا رب ده تليغرف في النادي الأهلي السيد أمين شعير السيد أمين شعير إيه ده إيه ده وأنا قاعد في البيت آه وأنا قاعد روحت كان ليا أخ اللي يرحمه سبطلعت روحت أنا هو على محطة بني سويف آه لقيت اللي بسسلم للشباك قول لي انت ربيع يا سيد انا رايح طبعا بيلبسي حادي آه طبعا قال ليه ركب طور كفين وأنا معي الشنطة لأي حاجة قال لي إيرك هبنتصرف وقال لي أخي يا أمين هو رايح معي كنا رايحين سوهاج كابتين أحمد ماهر آه طبعا سوهاج يلعب وماتش ودي آيو 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 فحاوز بقى يخدني عشان يجربني في السوهاج آه فوزت بقى كابتين بفاكة أنا سمعت طب تعال أرك بدون شنطة بدون أي حاجة جاب لي بقى لبسي هناك شورت وشرب ونمت إزاي هناك بنتمعش ما نعم بقى ما هنعمل إيه ده النادي الأهلي هنعم إن شاء الله نعم على بقى أنت كل ده أكدنك في حلم طبعا أستقصص يعني آه يعني الحمد لله إن كان فيه توفي وفي نفس الوقت أنا متاع جدا وفي نفس الوقت طيب يعني إن أنا رحت وإن أنا ركبت وإن أنا ماشي هادي طبعا وبعدين أجيب لك عرفت إن القدر هيساعدك بفضل الله بفضل الله ورحت سوهاج سوهاج جربوني كان في طاحته في طاحته كان الكابتن أحمد مهر بياخد العبا اللي هي بيعدها اللي بتلعبش المحافظات طلافت علي ونزلنا بعد كده عند أحمد عبد الباقي آه محافظات مصر كلها آه فبقى كارس جربوني يا كابتن باك رايت شوت وباك ليفت شوت كون رجحت من سوهاج على بيت عم عبده في الهرب قال لي مش أسيبك دخلت الأوضة مش أسيبك خدني ما كانش فيه طبعا بايلة طلعك ما عنده في الهرب ما أنا فاكر وبيتني وقفل علي والصبح كنت في النادي الأهلي مقر النادي الأهلي عند سادة فريم مرتجن في الجزيرة قال له ده مش هنسيبه وإنت ما تقولش إنه انت ماضي في الإسماعيلي لا قلت له قلت له قال له احنا أموما احنا هنخيارك وهنشوف الوراء راح فين واخبالك ومفيش مشاكل خالف نعم لازلت طبعا كابتنه وقل قبله المحافظ فقال لهم ده لسه الورق متعرابي عسين راح لإسماعيلي أمبارك الورق وبعدين وبعدين بقى فأعمى عبد والله يرحم قال لي إنت عاوز تلعب النادي الأهلي تقول لعب النادي الأهلي إيدي عاوزة كلام إنت بتنساني طبعا قدام المحافظ قدام الإدارة قال لي خلاص هنعمل الاستخناء وإنت ونصيبك في إن إحنا نجيب الكرنيه من المنطقة كانت المنطقة متعتنا بحسسيوت أايوة اللي هيجيب قبل التاني الكرنيه هو اللي إيه أخلاص اللي يكسب قال لي روح بقى وهتصل بك بالإعلonte كانت الفران أردي أه طلبت وقال لي مبروك جبنا الكرنيه نعدล إنت اللي طلبت ول masterpiece لأ来 كنت أنا أنا طلبت هو أنا أنا طلبت التلفران أردي ما كانش فيه أيوا عملتوله ترانك بقى ترانك والله أنا راح مع عبده والنبي طمين قال له أنا أخبر النتيجة إيه كان الله يرحمه فبص أنا فاكر المكالمة الرد بتاع المكالمة إيه الأخبار قال لي مبروك من الدل وخلي بالك في نقطة يا كابتن هو سافر أسيوط في عز الظهر أسيوط وهو لما الله يرحمه عم عبد بقال هو سورته هيت يعني الرجل كان حاببنا وعزيز علينا وقال الله يرحمه يعصن إليه لما كان بيحط حاجة في دماغه والله في سنة فاقول اسم ليه لأن الفضل لا ثم ليه هو أولا 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 رجل طول عمر وبيشتغل للنادي في عز الظهر يا كابتن أحدش يستعمل راح عشان يلحق الكرنية في عز الظهر أه فعبقاري وجالك بنسوي في الأول ولا طلع على طلع جال البيت الفشن قبل ما يطلع بقى لقيت الفشن كلها إيه مين الزحمة اللي ماشي دي هو عم عبدو عارفينه طبعا قبل ما يطلع أسيوط قبل بقيت العصيوط وقبل بقى بس جالي عارف بيتي إزاي جالي بيت الفشن لحد عندي لقيته ناعد كده كابتن في الشباك إيه ده إيه الزحمة دي عبته جاير عند البيت جايب لك زيارة جاير عند عندي وقال لي فلا لا حاجة جميلة جدا جدا الله يرحمه ويعسيني ليه تحية بعد ما روحت النادي لأهل طب عملت ايه في الإسماعيل ولا محدش كلمه لا خلال إسماعيل سلموا الأمر عرفوا إنهم الورقة بتاعي جيئة منه خلاص ده قانوني أنا وما فيش جوان على برغبتي وما فيش مشاكل حال هل لو ما قدروش الله رحمه وعبد بقى لك أن يجيبي الاستغناء بتاعتك أو الكرنيب بتاعتك من أسيوط كنت أتروح لإسماعيلي ويتكمل في الإسماعيلي ما أنا كابتن كنت هي دي المحطة اللي اخترتني ونرعفتها ولي وفقت فيها تقول تلي كان عندهم مدرب تومسون تومس الإنجليزي هو اللي اختار أسبوع كان الراجل ده ما شاء الله بيقعد يشوف كويس أول فقعد أسبوع يشوفني كان بتضربه في مركز شباب الجزيرة لا في الإسماعيلية الإسماعيلية في الإسماعيلية في الملعب الرئيسي بتاعه ده أسيماته شغاله وبنشوف العناصر الجديدة فلا راجل مدرب كبير وعالمي ويدر ينوم لا الراجل ده لا ما قولك مضيت على الاستمارات